بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد نتكلم فيه على موضوع هام جدا كثرة صراحة الأسئلة حول قصة الإصابة بالفطريات جرت العادة حين نشاهد الفطريات على البشرة تكون الأمور نوعا ما بسيطة والوصفات كثيرة وصفة زيت جوز الهند وصفة زيت الجوجوبة زيت الزيتون في أغلبها زيوت وكلها جميلة ولكن السؤال كيف لنا أن نتحكم بالفطريات الداخلية؟ وكيف نتجت هذه الفطريات الداخلية؟ وما معنى داخلية على أي جهاز بالضبط؟ هي مؤثرة الفطريات حين نصاب بها من الداخل يكون لدينا ثلاث مستويات إما بالفم ومشهورة بفطريات الفم وإما على مستوى الجهاز الهضمي ومشهورة أيضا بفطريات الجهاز الهضمي أما الثالثة فهي على مستوى الجهاز التناسلي لا سيما عند المرأة كل هذه المحاور أو المستويات الثلاثة لو فكرنا قليلا وليس كثيرا نجد أنهم مراكز أساسية لوجود البكتيريا الطبيعية فهي موجودة بالفم وموجودة في الجهاز الهضمي في المعدة والأمعاء وموجودة عند النساء بالإضافة إلى الأماكن العامة في منطقة المهبب إذن في توافق في مناطق تواجد هذه البكتيريا ومناطق الإصابة إذن من المؤكد أن نقص هذه البكتيريا لعب دور رئيسي في وجود هذه الفطرية من الأسباب الأخرى بالطبع مرتبطة أيضا بهذه البكتيريا الطبيعية هي المناعة أكيد والأسباب التي قضت على هذه البكتيريا الطبيعية طبعا حديدة ذكرنا منها مرارا منها ما هو دوائي ومنها ما هو تغذوي الدوائي أخص بالذكر المضادات الحيوية التي تقتل البكتيريا النافعة والبكتيريا الضار وأيضا لدينا الأدوية النفسية هي الأخرى تعمل على تدمير البكتيريا الطبيعية وإذا انتقلنا إلى جانب التغذوي فنجد أن السكر الأبيض على وجه التحديد واحد من أهم المواد التي تعمل بشكل مباشر دون وسيط على تدمير هذه البكتيريا الطبيعية إذن المرتكز الرئيسي لدينا البكتيريا الطبيعية أصبحت متحكمة في المناعة أصبحت متحكم بها من خلال الأدوية وبعض العادات التغذوية لا سيما تناول الحلويات والسكاكر المختلفة إذن إحنا أمام مشكلة كبيرة كيف لنا أن نخرج من هذا الموضوع وديروا بالكم هذه واحدة من الأسباب تحديدا التهابات الفطرية يعني زي ما بحكوها جماعتنا يعني مزمنة ما كل شيء مزمن إحنا عارفين هذا الكلام تمام وبتلاقيهم مساكين بيطلعوا من دواء لدواء من دواء لدواء من دواء لدواء دون إيش دون جدوى ليش؟ لأنه يعني اللي بيحدم النقطة الرئيسية واحد طيب كيف بنا نخرج من هذا الموضوع؟ إذن أصبحت هذه القضية المؤرقة صراحة تحتاج إلى حل وحل جذري وحل سهل وفي متناول اليد ونعيد البناء هذه الأمور بشكل جيد بعضكم يتذكر تكلمنا على قوة لبن الزباد الأكتيفية ولكنه في هذه الحالة لا يكفي وعده يجب أن نعززه بشيء آخر ما هو؟ جوز الهند ثمرة جوز الهند وليس زيت جوز الهند ثمرة نفسها هذه الثمرة يعني سبحان الخالق هذا الماء في داخلها وكيف يتكون وإعجاز تكوينه هذا يحمل في طياته يعني مضاد حيوي طبيعي مضاد للفطريات على وجه الخصوص ومعزز للبكتيريا الطبيعية الثمرة نفسها القطع الآن قطع البيطاء هذه أيضا هي معززة لمين للبكتيريا الطبيعية وأكيد ستكون مقاومة أكيد للفطريات طب كيف ننعمل؟ بدنا نشرب السائل هذا عصير جوز الهند في الداخل بطبيعته ونجيب الثمرة أو القطع البيضاء هذه تمام؟ ونبشرها على مين؟ على اللبن الزبادي أنتم تخيلين الآن قوة اللبن الزبادي اللي صار فيها حجم البكتيريا الطبيعية حجم التعزيز تبعها ونتناول هذه الوصفة لمدة أسبوع وأنا أحبّد إذا كانت القصة في الفم نعمل كمان مساج بهذه الخليط يعني جزء من خليط جوز الهند مع اللبن الزبادي نستخدمه كمساج للمنطقة المصابة وباقي العلبة نتناولها يعني أكلا تمام؟ إذا انتضمنا بهذه الوجب أو هذه الوصفة لمدة أسبوع زائد وأنا دائما أنوّه على هذا الكلام أن اليد الواحدة لا تصفّق والوصفة بمثابة يد واليد الأخرى ما هي؟ النظام الغذائي تمام؟ يجب أن نعيد حساباتنا مع النظام الغذائي لأنه في أسباب تكلمنا عنها ما بيصير آخذ الوصفة وأنا لسه مستمر في وضع ثلاث أو أربع معالق سكر على كاست الشاي وبعدين آج أقول والله وصفتك يا دكتور ما جبتش كيف ده تجيب؟ لا ما تعملهاش أساسا طول ما أنت لسه مش منظل ما عدت حساباتك مع المسببات الرئيسية ما تعملهاش إذا أنت الآن تحت تأثير المضاد الحاوي ما تعملهاش انتظر بس تخلصها إذا أنت تحت تأثير الأدوية النفسية بدك تعرف أن الأسبوع هذا بده يصير أسبوعين وثلاث الأمور محسوبة محسوبة بدقة متناهية هذا الكلام وهذه الدقة المتناهية ما إجت طبعا من فراغ إجت من دراسات وأبحاث وكما تعودنا دائما نذكر دلائل بحثية علمية على ما نقول هنا مثلا يؤكد في هذا البحث وفينا أعظم واضحة الكوكونت ووتر تمام؟ المية لجوة اللي تكلمنا عنها إنها كيف بتعزز أولا نقول لك غنية في البروتين والدهون والنيتروجين كأحماض أمينية وعننا اللي هو الأرجينين تحديدا محدده بالإضافة إلى المعادن والفيتامينات والفينوليك كومباونز اللي هم الفينولات اللي دائما بنقول عنها هذه المطهرة هذه الجميلة جدا في أكثر من سيال تمام؟ دراسة أخرى هنا محدد نسة في هاي الدراسة الكميات قديش بكون في في القطع البيضاء مثلا تمام؟ وقديش موجود في الووتر في الكمية يعني 33% من مواد الفعالة موجودة في القطع البيضاء اللي تكلمت عنها و18% اللي هي المواد الفعالة بتكون في كمية الووتر كمية الميت الجوز الهند الموجودة جوها هذه الثمرة تمام؟ أنه طبعا فيه استكمالا لنفس الدراسة يحدد كمان المحتوى الكيميائي الطبيعي للثمرة فيه برضو فيه في الماء وفيه نفس القطع البيضاء الثمرة من الشجر الطبيعي طبيعي طبعا مش إضافي مش مضاف والبروتين وعندنا اللي هما السكر المختزل و كمان عندنا بوتاسيوم كالسيوم ماغنيزيوم سوديوم زينك فيتامين سي الأرجينين اللي تكلمنا عنه قبل قليل تمام؟ كل هدول موجودين محدد النسب تبعتهم ما بين الماء والقطع البيضاء بالنسبة اللي تكلمنا عنها 33.18 إذن هذه الأمور يعني ما إجت من فراغ كلها إجت نتيجة جهود بحثية بأوراق محكمة بمجلات محكمة وإحنا نستفيد منها وننقل هذه المعلومات بلغة بسيطة حتى تستطيع تطبيقها وتستطيع الاستفادة منها ونخلص من كلمة إيش مزمن وزي ما قلنا شعارنا في 2021 إيش محدش بحكة ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر